السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 4 من الفصل الرابع هنتكلم عن ال-line defect اللي احنا ساعت نسميه ال-dislocation ال-dislocation معنى ايه؟ Align imperfection in a crystal line material يعني ايه الكلام ده؟ أنا عندي في الغالب الزرات مرتبة على النحو دي لنا ايه؟ رسمه تقريباً بإداية ده طيب لما يحصل عندي ان نبص ألاقي عندي في مجموعة من الزرات ما هيش موجودة في مكانها مجموعة من الزرات ما هيش موجودة في مكانها زي كده فبيحصل احنا بنسميه line defect ليه line defect؟ لان احنا اتفقنا ان في هذا الشابتر هنتكلم عن الزرات كما لو كانت نقط زي ما اتكلمنا عنها في الشابتر رقم 3 بما ان انا عندي مجموعة من النقاط ما عادتش موجودة هنا يبقى مجموعة النقاط دي شكلت line عشان كده بسميه line imperfection طب انا لايب بسميه dislocation لانه dislocation انخلاع معناها لانه معناه هذا الخط بما انه مش موجود ومجموعة الزرات دي مش موجودة فمعنى كده كأنه انخلع من مكانه ما هواش حاجة ايه كانت بسيطة ان هو ايه ما يكونش موجود بالحقيقة عندي ثلاث انواع من هذا ايه ال defect عندي حاجة اسمها screw dislocation edge dislocation و mixed dislocation screw dislocation معناه a dislocation produced by squhing a crystal so that one atomic plan produced a spiral ramp about that dislocation يعني بيحصل انه بيحصل نوع screw معنى كأن عندي اللاتس او الكريستل بيحصل لها twisting كأنها بتلف او كأنها بيحصل لها screw فنتيجة كده بيحصل spiral كأنه بيلف على الايه كان الاتوميك بلان واحد من الاتوميك بلان بيلف حوالين ال dislocation او الانخلاع اللي موجود واحنا هنجيب لها رسمة دلوقتي و هنوضع الأمر اما ال edge dislocation احنا بنتكلم عنه اللي هو a dislocation introduced into the crystal by adding an extra half plan of atom يعني احنا بنعبر عن edge dislocation ده بان احنا كأن احنا بنضيف نصف مستوى بين اصدرات وبالتالي بيدينا ما يسمى edge dislocation الحاجة التالتة اللي هي mix dislocation و عبارة عن a dislocation that contains partially edge components and partially screw components يعني الميكس ديولكيشن في الحقيقة بيحمل النوعين دول مع بعض عشان كده سميناه ميكس ديولكيشن بعد كده في مصطلح مهم جدا ضرور ان احنا نعرفه انه هو السليب السليب ده عبارة عن deformation of metallic material by moving of dislocation through the crystal يعني وجود الديولكيشن في الماتيريال بيحصل نوع من انواع نلاقي الزرات يبقى سهلة عليها تنزلق على بعضية وبالتالي تحصل عملية deformation اللي بتتم للمتالك material او المواد المعدنية والعملية دي بيسميها sleeping او الانزلاق اللي بيتم